رفاقه المعتقلين أم ماذا؟ طبعا رب العالمين عرفناه بالأسف. بعض التصرفات تنم عن أفكار البشر. إذا هذه كانت التصرفات الموجودة. ما نقدر نفترها بغير هذا الشكل. فأوافقكم والرأي. أنا أشكرك جزيلة. شكر زوجة المعتقل جاسم البربوري. ونسأل الله أن يمسح على قلوب كل عوائل المعتقلين في سجون البحرين. وأن تقر أعينكم برؤية أزواجكم وأطفالكم وأبنائكم. أستاذ باقر. مع الأسف معاناة كبيرة في البحرين حتى وصل الأمر إلى إضراب أو امتناع 600 سجين عن التواصل مع العالم الخارجي. احتجاجا على معاناتهم. أين المجتمع الدوري من هذه الأزمة الإنسانية في سجون البحرين؟ نعم صحيح نحن نتكلم عن 600 سجين يعني 600 عائلة أكثر من 600 عائلة أكثر من 600 معتقل في خطابهم الذي رفع وهو يطالب بحقوق أبسطها مسألة التنظيم وموضوع الزيارة والاتصال وغيرها ومثل ما ذكرت الأخت حول يعني عددت عدد الانتهاكات هذا سجين واحد ثمان انتهاكات ثمان انتهاكات هاي بس إذا نريد نتحدث عن العنوان دوما نتحدث في التفصيل خصوصا ما يتعلق بسلوك العناصر الأمنية يعني مثل حالة هذا السجين اللي يجي العنصر الأمني يهدده بسنوات عقاب طويلة جدا منوان إلى الصلاحية أساسا والثقة حتى يمتلك هؤلاء هاي مش حالة واحدة فقط تكررت مع الكثير من الضحايا مثل ما هو حال المحكومين بالإعدام الذين كانت العناصر الأمنية يعني وهي تنتقم منهم ترجعهم للمحاكمة تقول لهم احنا راح نقدمكم قريبا هذا شكل من أشكال السلوك الموجود في داخل الأجهزة الأمنية والذي صار سلوك اعتيادي جدا وهي لجلطر التعذيب النفسي شكل من أشكال التعذيب ويعبر عن أمزجة موجودة عدنا اليوم مجتمع أمني في الأخير في مجموعة من القيادات الأمنية والعناصر في مقدمة الموزير الداخلية راشد آل خليفة المدير العام لإدارة الأصلاح والتأهيل طارق الحسن رئيس الأمن العام وبلا شك أن مثل هذه السيرة من المعاناة والأحداث الحقوقية المتصلة بواقع السجون طبيعي تروح تقارير إلى مجلس الدفاع العالم أكثر من ستمائة سجين وزير الداخلية لا يتخذ أي إجراء حقيقي لماذا؟ لأنه صار جزء من العقيدة الأمنية المرسومة في مجلس الدفاع الأعلى والذي ينفذها بشكل أساسي وقوي جداً وفي بطش وزير الداخلية وهو يتحمل مسؤولية جناعية يعني عندما تحدث تصير هذه الحملات كل مرة نحن ربما نتجاوز مسألة التذكير بالمسؤولية الجناعية هو مسؤول وزير الداخلية وغيره ومن فوقه يجب أن يدركوا بأن مثل هذه المعاناة وهذه الانتهاكات هم مسؤولون عنها نحن نتكلم اليوم فقط في سجن جو والانتهاكات الفردية في مراكز الاحتجاز وهذه الانتهاكات التي نتمكنها من رصدها في ٢٠٢٢ ثلاثمية واثنين واربعين انتهاك فردي هذا لو منجي نفصل فيما لا يمكن رصده وذكرنا قبل شوي هذه حالة سجن البربوري وفي ثمان انتهاكات وغيرها أكيد الرقم سيكون أكبر والتفصيل أكثر إذان أما الأطراف الحقوقية الدولية طبيعي أن الحراك الحقوقي مقيد وأصبح مستوى الإدانة هو بهذا الإقاع وهذا لا يعني أنه ليس هناك مسؤولية أستاذ باقر اسمحني أن أعود إلى سماحة الشيخ عبد الله سماحة الشيخ أريد أن أسألكم عن المسؤولية اليوم من هو المسؤول فعلا عن كل هذه الانتهاكات الحاصلة في سجون البحرين إدارة السجن ووزارة الداخلية أما السلطات الأعلى من ذلك ولكن بإيجاز لو سمحت لأنا ما